بداية يا أصدقاء أتمنى التوفيق للجميع اليوم يا أصدقائي جبت لكم سيكريبت سعر 39 دولار سيكريبت احترافي جدا تابع حلقتي لحتى تفهم شو ألية عمل السيكريبت والطريقة وعن شو بتكلم مثل ما عودكم في كل حلقة دعوتكم للشعب الفلسطيني الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة مبدئيا يا أصدقاء هذا سيكريبت طعام يعني يكون فيه عندك موقع إلكتروني كامل متكامل للطعام تقدر تقدم فيه منتوجات وتبيع فيه منتوجات بطريقة بسيطة وبضغطة زر سعر 39 دولار أنا بقدم لك يا مجاني لحتى تستفيد مورد متعدد للأطعمة العضوية والبقالة باستخدام فيه مزايا رائعة جدا التصميم جذاب التصميم رهيب جدا تقدر تستفيد منه وطبعا ما يختص إنه فقط في الطعام تقدر تقدم أي منتوج بالدكية داخل هذا السيكريبت رائع جدا وأيضا تقدر تبيع وتشتري عليه وميزة مميزة أكثر تقدر تقدم لجوجل أدسينس زي ما أنتوا شايفين أول إشي السمات صفحة رئيسية فريدة بائعين متعددين البائعين المتعددين يا أصدقاء لو أنا بدي أبيع بفوت على الموقع بضيف منتوجاتي متعدد اللغات فيه لغة إنجليزية عربية فارسية هندية دعم RTL بواب الدفع بايبال فيزا كارت أي طريقة بديك إياها يدعم طرق الدفع زي ما أنتوا شايفين فئات غير محدودة مركات غير محدودة قائمة الرغبات الإختيارية صفحة الدفع صفحة عربة التسويق تتبع الطلب وفيه مزايا خلونا نكتشفها مزايا رائعة جدا بداية قمت بتركيب السكريبت على موقعي زي ما أنتوا شايفين تصميم رائع جدا يستحق وسريع جدا تقدر تحط رقم تلفونك تعدل على الهايد تعدل على الأقسام والفئات وفيه عندك اللغات وفيه عندك لوحة تحكم كاملة دعونا نركب هذا السكريبت مبدئيا رح أتوجع على الموقع بشكل هذا على الاستضافة ورح أتوجع على الدومين لحتى نشوف آلية عمل السكريبت وطريقة التركيب ورح أتوجع على هذا الدومين على الملفات رح أتوجع وأمسح جميع الملفات اللي موجودة الآن بعد ما مسحت كافة الملفات بدي أرفع السكريبت السكريبت رح يكون الرابط تاعة أسفل الفيديو رح أرفع هذا الملف تنتظر عليه مدة دقيقة لحد ما يتم التحميل نشوف الموقع طبعا فارغ ما فيه أي ملف نسكر هاي ونسكر هاي ونسكر هاي طبعا فيه مزايا رائعة جدا جدا تقدر تستخدمها وتستفيد منها وتقدم أي منتوج أنت حاب تقدمه بصراحة السكريبتات هذه سكريبتات احترافية جدا تقدر تبني عليها مشاريع مميزة جدا مثال كامل متكامل على السكريبت الصفحة الرئيسية زي ما انتوا شايفين منتوجات وهانا بضاعة فلفل حراك ثم أي منتوج أنت بدك إيا ويقدر يسجل فيه صاحب المحل ويضيف منتوجاته ويضع أسعاره تقدر تستخدمها مشروع ضخم جدا جدا يا أصدقائي تم التحميل الملف نسطب الملف توجه في ملف حذف الأرشيف الآن ننقل جميع اللي داخل الملف للصفحة الرئيسية نقل الملف بالشكل هذا يا أصدقاء لو أجينا على الضمان وفتحنا أوب مشكلة طريقة حل هذه المشكلة بطريقة بسيطة جدا تتوجه على الملف ENV عندك باسورد قاعدة البيانات واسم قاعدة البيانات وقاعدة البيانات والأمور هذه واجب تعدل عليها توجه على وحدة التحكم نعمل قاعدة بيانات جديدة هذا اسم قاعدة واليوزر قاعدة وعندك هنا الباسورد إنشاء تم الإنشاء بنجاح أول إشي نضع الباسورد ثم نأخذ اليوزر والاسم هذا اليوزر وهان نضع الاسم SAVE نعمل تحديث للصفحة الرئيسية اشتغلت قاعدة البيانات الآن يا أصدقاء نتوجه على قاعدة البيانات PHP MyAdmin ثم نتوجه على استرداد ثم نسترد الملف هذا استيراد نرجع على الموقع الإلكتروني ونسجل تحديث الموقع جاهز بضغطة زر وحدة فقط أصبح عندك موقع كامل متكامل زي ما أنت شايف طبعا موجود عندك صفحات الخصوصية والاتصال بنا والكوكيز كافة الملفات موجودة 100% أي صفحات الخصوصية وهي الاتصال بنا طبعا هذه صفحة الموقع هاي صفحة الاتصال زي ما أنتوا شايفين تقدر تعدل عليها بشكلها الكامل الآن خلونا نسجل دخول للأدمن صفحة الأدمن باسورد والإيميل هذا الباسورد وهذا الإيميل رح أضع الباسورد والإيميل أسفل الوصف أي الإيميل وهي الباسورد الآن أول ما تفتح صفحة السكريبت رح يجيك واجب أنك تفعل تفعيل اللوحة لو شو ما سويت ما رح تتفعل اللوحة طب شو حلها؟ شو حلها هاي؟ بدنا تفعيل اللوحة بشكل كامل نرجع على الملف هذا وهذا هو كود التفعيل مدى الحياة نضع كود التفعيل بالشكل هذا وتم تفعيل اللوحة بشكل كامل لأن يا أصدقاء عندك هاي اللوحة لوحة مميزة جدا جدا نتوجه أول إشي Language على اللغات في عندها اللغة العربية France English نتوجه على اللغة العربية ونعمل نقطة نقطتين ثلاثة لآن أصبح الموقع جاهز كامل متكامل زي ما أنتوا شايفين لكن رح تختفي المنتوجات لأنك أنت بدك تضيف منتوجات جديدة تمام وبتقدر تعملها باللغة الإنجليزية جميع المنتوجات تظهر زي ما أنتوا شايفين موقع كامل متكامل جاهز أنا يا أصدقاء للناس اللي بدها اتعدل في عندك بلوج نعمل ترجمة المدونات التجارة الإلكترونية الطلبات الصفحات وصائط لوحة التحكم الرئيسية وعندك الفئات والمظهر والسوق وعملاء لمراجعة التقييمات والاتصال تقدر تغير فيه كثير إعدادات مميزة جدا أول إشي عندك تسجيل الموضوع خرائط جوجل إعدادات الإلكتروني إعدادات الوسائط تقدر أيضا تعدل على طريقة الشراء والبيع النشرة الإخبارية للمشتركين يعني سكريبت كامل متكامل احترافي هنا عنا إيش هذا اللي هو عملاء السوق البائعين طب الآن لو فيه شخص صمم الموقع وجهز الموقع وبدو يقدمه لجوجل ادسينس طريقة وضع الكود المظهر خيارات القالب ننزل على كود هذا ونضع هان كود جوجل ادسينس تعمل الإعلانات تلقائية هذا سكريبت رائع جدا وفخم اعتمده إذا حبيت تبدأ مشروع طعام أو مشروع تجاري أو مشروع بيع شراء تقدر تعدل على حسابك بايبال اضيف فيزا اضيف أي موضوع أو شيء بدك إياه أنت وصراحة طريق التركيبة زي ما أنتو شفته سهلة جدا فاعتمدوا هذه الأمور اللي بقدميكم إياها وأتمنى صراحة التوفيق للجميع وأتمنى تستفيدوا منها ورابط تحميل أسفل الفيديو يسعد أوقاتكم الطيبة